أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي مدام الأهلي دايما حاططت قدام عينيه المسئولية الوطنية بتاعته ودوره تجاه هذا المجتمع واحدة منهم إزاي تقدر تتعامل مع كل الحاجات اللي بتتعامل بهدوء شديد جدا وبحرص على العلاقات علاقة الأهلي وبعال إسماعيلي علاقة منظورة دائما للجدل لكن الحياة كانت فيه إرهاصة جميلة النهاردة والإسماعيلي بيستضيف فريق الأهلي موليد 2007 في دور الجمهورية الأهلي فاز 2-0 بس المكسب الحقيقي مش في النتيجة في هذا التكريم اللي انتوا شفتوه الأجواء الطيبة اللي اتعاملت فيها المباراة والصورة المشتركة اللي شفناه شفت الصورة بين الولايات الصغيرين وده كويس شفتو أهو لقطة مشتركة بين لعيب الفريقين كلام ده النهاردة النهاردة والأهلي فاز كابتن تامر حفني مدير مدرسة الكورة في النادي الأهلي كان مرافق للفريق اللي معادة يا جماعة كابتن محمود جابر مدير قطاع الناشين في النادي الإسماعيلي وهو بالمناسبة واحد من أبناء النادي الأهلي القدامة من ناشيء الأهلي من ناشيء الأهلي فيستقبل الكابتن تامر حفني ويستقبل فريق النادي الأهلي ويكرم بدرع في تأدير وفي حرص على العلاقات الطيبة التي يجب أن تكون ويجب أن تعود على مستوى في ظل كلام على تلقي الأهلي دعوة طبعا لزيارة النادي الإسماعيلي بالضبط يعني عايزة أقول إيه لو هناك رغبة في تصفية الأجواء المسؤولين والقيادات والعناصر اللعبة تقدر تنجح هذا الكلام مش عايزة منقش ده بالتأكيد على فكرة هذا الحرص على العلاقات الطيبة حتى مع الأشقاء خدوا بالك الدبلومانسية الرياضية للنادي الأهلي يتكتب فيها ملاحم بالذات في الجزائر شفتوا الأهلي مع شباب بالوزداد التكريم والحفاوة والتأدير والحب عامل إزاي حتى عند المنافسين بعد مباراة الأهلي وشباب بالوزداد لو سألت الطاقم الفني بتاع بالوزداد هتلاقي كل الكلام الطيب عن النادي الأهلي والتأدير لقيمة النادي الأهلي حتى المحللين العرب في استوديوهات التحليل دائما ما بيذكروا الأهلي بتأدير كبير جدا وبقيمة حقيقية بعد المباراة